قصتنا النهاردة عن أسماء اللي كان بتشتغل وبتكسب كويس بتحوش بتشتري ذهب تحط الفلوس في البنك عشان تجيب عربية لحد ما تقدم لها واحد كان بينا عليه نوع طيب وبتعرف بنا وبن ناس قال لها ان مهندس إلكترونيات عنده فيلا وارض في المقاطم فرحت قالت هو ده هو ده العوض وباباها قاعد معاه وبس عرض عليه الجواز هو وقال لهم ان هو مش مرتاح بابا قال لها مش مرتاح لما لها أسماء عايزة ومصممة عليه وافق بعد الجواز ظهرت الحقيقة اكتشفت ان الجوزها مهندس الإلكترونيات مع معهد شغال سواء ناصب على ناس في عربية وهربوهم من بلده في اسماعيلية وعرفت ده وهي حامل بدل ما تروح وتقول لأهلها قررت تسكت خافت ليش ما توفيها قررت ان هي تسنده وتقف جنبه على أمل ان حاله يتصلح قامت سحبت الفلوس ما كانت محوشاها عشان تجيب العربية بدتاله بعيت له دهبها طلب منها بقى ايه بقى تاخد قرد بمئة ألف جنيه وعادة انه هيسدده بعد ما اخد كل حاجة فلوسها تكلها عمل مشكلة عشان نوعي تجيبنا اللي هو بيحب وهي ما جابتوش ساب البيت وهرب اختفى ودلوقتي اسماع مش عارفة ما كانوا بقالها ستة شهور وهي اللي شايلة من مسؤولية مسؤولية ابنتها مسؤولية البيت مطلوب منها كمان هي تسدد القرد عشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة دكتور محمد هيني استشاري الصحة النفسية ازايك دكتور محمد ازايك يا سالي قبرك ايه الحمد لله والله ايه رأيك بقى في قصة النهاردة عندك عندك كتير منصوب عليهم اه طبعا كتير جد طب هو السيطة ما في الطبق قصيلة ولا تعمل ايه لا هو قصيلة محد نصاب اللي دخل الاصلة طب بس ده جوزي ده ابو بنتي هو بص طبعا النهاردة عايزين نسمي الحلقة دي حلقة الاختيارات الغلط والتنازلات في المكان الغلط ده كل حاجة غلط ها اللي اتنين ما شمعها كله غلط يعني احنا دلوقتي بنشوف اسمها النهاردة عندها 26 سنة يعني اكيد هي بتتجوز هي كانت لصة صغيرة في السن تمام ازاي اصلا ان احنا لما حد دي يرتبط ببنتنا ازاي ما نسألش عليه بسع ازاي بعد شوية اكتشف ان حد كان داخل يقولك ان انا مثلا مهندس واكتشف بعد فترة معينة ان هو سواء بس هو قال ان هو مرتاح يعني هو قال قصدي وقال ان هو مش مرتاح ما هو مش قصة مرتاح واحد قال لها في الاول انا عندي معرفش فيلا في المقطة معرفش عندي ايه وايه وايه ده قصدي باباها قال ان هو مش مرتاح ماها باباها في الاول انا هو مش مرتاح واحنا بنسأل ازاي على العريس حاجات كتير جدا طبعا بنعم ليه بقى يعني مثلا بنسأل على المكان اللي هو تربى فيه أو عايش فيه أو أهلوا عايشين فيه طبعا ممكن الناس اللي في المكان مثلا أو المسؤول على العمارة أو كده يبقى عايزي رظيفة مش قصة المسؤول على العمارة قصة إن أنا لو عايز أوصل لمعلوم هاوصل لمعلوم أسأل عليه فين تاني يعني ماشي مكان سكنه ممكن أسأل عليه بإسمه وبطاقة واشوف هل هو عليه أحكام ولا مش عليه أحكام ما دي على فكرة دي برضو كارثة من الكوارث ما اكتشفت في النهاية إن هو نصاب وخدع ناس كتير وعليه أحكام صح ولا مصح البنت هو واضح إن هو عمل لها طب ليه في عادات وتقاليد ممكن يشوفه إنك تسأل بالبطاقة دي عيب أو فيه ناس بتتلكك لما يكون متقدم هو أنا مش لازم أقوله إن أنا هسأل بالبطاقة بس من حق لا فيه ناس لما بيكون متقدم لي ويعرف إن إحنا سألنا عليه يعمل مشكلة تسأل علي بصد أنا أقولك حالي الشخص الواضح الصريح مايفرقش مع حاجة زي كده يعني أنا ما زعلش لحد كان جي سأل علي يعني لو كان جي قبل ما يتجوزه نوعي يسأل علي أو يسأل في الشغل أو أو لا خالص طبعا ضرب ونصهم وفي لو جال شو حد أقول كلمة عجلوة حاولونا مسألش يعني حاجات أنا زي كده بعمل كده زي تحريات صغيرة باشوف الإنسان اللي متقدم لي ده ظروفه إيه نظامه إيه في شغله عامل إيه بيشتغل فين أهله عاملين إيه معاه هل هو ناصب على ناس ولا مش ناصب طب ما شوف مؤهله واحد دخل علي بقول أنا مهندس طب ما قال حاجة أشوف بطاقته مكتوف فيها إيه أشوف هو فعلا خارج هندسة ده في الآخر اكتشفت إنه هو حد ملوش أصلا علاقة بالهندسة وإنه هو نصب على ناس كتير وإنه هو أصلا بس إزاي حد بمؤهلات متوسطة يضحك على واحدة ما في الناية 26 سنة معها فلوس كويسة وبتحوشها تجيب عربية دي واحدة دماغها شغالة أو هي شغالة أو إزاي؟ بالكلام بالحني الست بتيجي بالكلام الست بتحب من ودنها يعني ممكن لي يقول لي كلمترين يضحك عليها؟ آه يقعد يقول لها أنا يعني هي بص هو عارف كأنه مقترع إن باباها ما كانش موافق تمام؟ هو واضح إنه هو عمل لها غسيل مخ بالكلام أنا بحبك أنا عايز أعمليك كل حاجة في الدنيا ده ممكن يخلي واحدة تعدي أهلها؟ آه طبعا لأنها حبيته يعني هو لو قال لي كلمتر حلوين أقول لأنا أتحدى العلم كله وأنا وياك هي اكتشفت بعد فترة إيه يا سالي؟ إن هو نصاب طبعا يعني النصاب ده يعني بيقعد مع الناس كده يوهمهم بحاجات والحاجات دي مش موجودة لدرجة إن هو ياخد منهم الحاجة اللي هو عايز والنصاب ده حلو الكلام آه جدا هو بقى دخل عليها بالكلام وهعملك وهكون سند ليكي وهكون وقف ضهرك وأنا وأنا وعندي طموحات وأوى هو فيه رجالة بتضحك عليها بالكلام برضو؟ فيه رجالة بتضحك عليها بالكلام طبعا إيه ده ده زي الستات برضو؟ بالزبط يعني بس ممكن تكون الستات درجة أكبر شوية آه يعني الستات لو أنت بتتخانق في وسط الخناءة وجيت قلت لها على فكرة بس أنت خاصة النهار ده قاودي هتسيب الخناءة معقولة في الكلام بلده وتنتبه للكلمة الحلوة اللي أنت قمتها أيوة ده بجد صح؟ بس دايما زي ما قلت لك كده لما فيه حد بيدخل هو واهم وعمل واهم كبير جدا على فكرة هو فيه حاجة مشكلة خطيرة هي فعلا الناس دي ما سألتش عن الشخص ده هو فين الفيلا والأرض؟ ما فين الحاجات دي؟ يعني ما هو يقالي هو عنده فيلا هل أنا مش هيخدني فضولي حتى أنا روح أشوف المكان اللي هسكن فيه؟ ده طبيعي الفيلا اللي هعط فيها؟ ده طبيعي وغير كده كمان واضح أنه يتجوز بسرعة واضح أنه كان بيعجل بالتجوز بسرعة ليه؟ عشان يمارس مسلسل النصب عليها ده يتكشف؟ طبعا عمال يقنحها وهو كان عارف أن باباها مش راضي فعمال ها يدوس معها الناحية التانية وهنعمل مستقبلنا وهنعمل حياتنا فطول النهار تسمع منه كلام وشايفانه هو بقى شخص وفيه ناس على فكرة بتعتمد في النصب على المظهر طبعا ما بيقول لك شكله من ناس آه يعني تشوفي كده شكله من ناس بيلبس كويس وحاجات كتير كويسة لدرجة أنها مكادش متخيلا أن الشخص ده ينصب عليها طبعا ليه لما تخيلت ولما نصب عليها ما قلتش الأهلها وفيه ناس تخاف من شاماتة أهلها آه هي طبعا وأنت مش حاس أن فيها علاقة غريبة في البيت ده أنه هي ممكن تكون عندت مع أهلها عشان قاله وحش فيها شايفا ممكن تكون أهلها ينفيه نمازج وشايفا أن أهلها مستقطرين عليها الحاجة وإنتوا عايزين تدول أختي وأختي دي حسن مني مثلا فأنا لأ ده نجالي مهندسه وإلكترونيات وعنده فيلا وعنده أرض وهتجوزه ممكن تكون القصة تلعبت كده ممكن تكون القصة تلعبت كده عندها مشاكل نفسها من ناحيتهم ممكن تكون البنت أصلا علاقتها مع بابها مش أفضل حاجة وبتعرفش تتكلم معي فلما صدقت أني شايفا فعايزة تتباها بقى أن أنا نجحت وكنت هجيب عربية هقولك ليه بقى لأنها لما تجوزت واكتشفت أنه هو نصاب وأنه هو نصب على نصف عربية وأنه هو مش مهندس كتبك كده في الرسالة تقولك إيه أنا بقى تحددت وفتحت بقى سدري قدام الناس كلها وأن أنا إيه لأ والغل واخدت تقولك ما يسواش حاجة أه أما هو ما يسواش حاجة بتسعديه ليه هقدر أغير متكملي ليه هقدر أغير الشخصية دي الولد واضح أنه هو كلامانجي بطريقة كبيرة جدا ومؤثر بالكلام بطريقة كبيرة جدا لأن هي بعد ما اكتشفت كمان ده خلها في دور إيه بقى آه في جنبي ما تسيبنيش معلش أنا كنت عايزة وصلك وكنت عايزة بقتبقى موجودة معايا في يوم من الأيام ولو كنت قلتلك على الحقيقة أنت كنت تسيبتيني ابتدى يعمل لها غسيني مخ تاني وفي الوقت اللي كان المفروض تنهي فيه العلاقة ما قدرتش تنهي بس ثواني يا دكتور أريد ذكر حاجة يعني هي راهنت على الكلام ده هو الناس لما بتراهن بتكسب ولا بتخسر لا ما حسب الشخص اللي أنا برأت يعني أنا غير بنا آدم يعني ده بيشار مخدرات أنا هغيره عشان بيحبني أنا أقوى من مخدرات ده مش عارفة بيعمل إيه لا ده أنا هغيره وده بيعد في القهوة مع أصحابه ده هيتمنى يجي البيت وأنا قاعدة فيه اللي بيرهن على التغيير ده بيخسر ولا بيكسر بيخسر ليه بقى ليه لإن الشخص من نفسه لو مش عايز يتغير مش هيتغير ولا ما حدش بيتغير زي ما بيقول ما أنا بقولك هو لو الشخص ده مش عايز يتغير عمره ما يتغير أنا براهن على إيه براهن على حاجات براهن على حد نصب لا ده أنا خسرا طبعا ليه طب ما هو ممكن معايا الدنيا الأشية تبقى معدن والفلوس لا ما فيش الكلام ده أصلا فيه حاجات تش ياخد بالك منها أصلا النصب ده بقى جزء مهم جدا من طباعه يعني إيه هو بينصب هو صغير أصلا ولما جيه تجوزها بيكمل مسلسل النصب وهو كان داخل وشايف إنه معاه فلوس وعايز يسيطر على الفلوس دي بس بترى يقولك إيه طبعا تعالي إن تجوز طب عارف من إيه معا فلوس هو بين عليها طبعا واحدة بتشتغل بين علينا أنا بحاولش نجيب على فلوس أكيد طبعا مستوها الاجتماعي كويس وبين عليها ولما عاد يتكلم معاها ابتدى يعرف إن هي بتدبق ومعها فلوس وكاد شغالة في مكان كويس وبتاخد مرتب كويس فقالك دي بالنسبة لي تبقى إيه ترجت وهو كان داخل على هدف معاين إيه الهدف المعاين لما اكتشفت إنه هو مش مهندس وإنه هو سواء ابتدى يوجهها إنه هو يجيب منها فلوس هو النصاب ده ممكن ينصب على أم بنته أو على مراته أو على أهل بيته ينصب على نفسه يعني إيه إزاي النصاب إيه إزاي بقى والله ما بهرج يعني ما لهاش علاقة بأم بنته ولا بتاعه هو كان متجوز الشخصية دي من أجل مصلحة يا سالي عايز مصلحة عارف إن هي ممكن يكون معاها فلوس بتشتغل وبتاعه معرفش إيه وفيه ناس كتير بتعمل كده وجايب بابا وقعادين أنا 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 يعني فيه حتة كده في القصة مهمة جدا بتبان مدى تأثير هذا الشخص السلبي ومدى إقناعه بالكلام لما اكتشفت كل البلاوي دي عمل لها غسيل مخ لها تكمل شفت الكارسة يعني إنت اخترت غلط خلاص واكتشفت بعد فترة معاينة إن الشخص ده سيء جدا ونصاب فيه ناس بتعالج الغلط بغلط أكبر منه إن أنا أكمل في الغلط طيب أنت خلاص اكتشفت ده عودي مع باباكي إيه المشكلة باباكي كان مش مرتاح أو مرتاح هو مش هيلومك بس أنت أنقصت نفسك أنت غرست نفسك أكتر أغلبية الستات المنصرية متبقاش عايزة خراب البيت وإن بنت تتربى بعيد وإن الناس تشمت فيها مش عايزة بقى مطلقة وهو ممكن يكون استغل ده هو استغل ده استغل ده اللي هو إيه اللي هو عارف إن هي لسا متجوزة فهي منفعش إنها تتطلق ممكن يكون على فكرة متصرع إن هي تبقى فيه حاملة على أساس إن هي تمسك فيه أكتر وما تتنزلش عنه بسهولة يا خبرة بيانتها دي كانت خطة طبعا لأنها لو ما فيش أطفال طبعا لك حبيته أكتر لما عرفت أن أحمل منه آه لو ما فيش أطفال هي ممكن تخرج من العلاقة بسهولة لكن هي فيه دلوقتي فيه طفلة فهو كان أكيد كان مسيطر على الحتة زي ديني هو بقى فيه طفلة ليه بقى؟ عشان يقعد يقول لها بنتك وحياتنا وما تسبيش الدنيا عشان يكمل مسلسل النصب اللي هو شغال فيه بدليل إن هو لما البنت تولدت ابتدى بقى دخلها في حتة تانية طبعا خد كل الفلوس اللي معاها وخد كل الدهب اللي معاها ورح مدخلها في حتة إيه؟ تعالي بقى نعمل قرد بمئة ألف جنيه على أساس إن هو يكمل مسلسل النصب ومين اللي بتسد الكرد دلوقتي؟ هي اللي بتسد الكرد لأ دي تنازلات وتضحيات ملهاش لازمة أنا اكتشفت من البداية إن الشخص ده لا يستحق التنازل بتنازل ليه؟ اكتشفت إن الشخص ده نصاب بتنازل ليه؟ طب هي زعلانة دلوقتي عشان الكرد ليه بتسدده؟ ولا عشان بتحبه مأهورة؟ هي زعلانة على نفسها ولا بتحبه؟ لا لا هي مع الوقت المشاعر الحب دي بتتحول إلى هي زعلانة على نفسها إن هي في سن صغير زي دا فعلا في حاجة اسمها الحب بيتحول لكرد؟ بيتحول لكرد؟ من كتر الأزل نفسي بيتحول لكرد؟ بجد؟ والمشاعر دي بتتحول لكرد؟ يا موكة بيحب أحد أكرهه بجد؟ آه ليه بقى؟ على مدى الأزل للشخص ده أزهولي آه يتحول لكرد؟ وفيه ناس كتير كانت بيتموت في ناس وبتعشق ناس بس من كتر ما تأذت من الناس دي تحولت المشاعر دي إلى كرد؟ أو تحولت المشاعر دي إلى جفة؟ دي كنت فاكر أنه عادي يبقى يوتر يعني ولا بحبه ولا بكره بسكره بس هو الولد ده فاهم نقطة الضعف اللي موجودة عندها آه طيب البنت دي واضح أن هي بتيجي بالكلام وبتيجي بالحنية آه فبيقعد يستدرجها ويقلب الشخصات تانية اللي هي بتبدأ يستقطب منها بدليل أن هي بعد ما اكتشفت كمّلت يعني هي اكتشفت كوارث أنت بتتنزلي طب هو ليه زعل عند نقطة أن هي عرفت أن هو كان ناصب على الناس في العربية يعني هو ليه دلوقتي زعل ما هي اكتشفت أن هو معهد وكملت اكتشفت أنه فيش فيلا وكملت ما فيش أرض وكمل ليه يا أخي لما عرفت أن أنت كنت ساكت في اسم عليا وناصب على الناس وخليتك تكتب عنوانك على عنوان كل يوم حلوة أوي حتت أن هو قال لها إيه أنا عايزة أغير العنوان بطاقتي على بيت أهلك وده عادي لأن بيت أهلك في مكان نظيف أصلاً إيه بشتغل بعدي بالعربية على الأكمنة فيعني أصلاً بيبصوا على ما ديه برضو من أحد مسلسلات النصب هو بص ليه بقى يعني دي مسلسلات النصب هو ليه بقى لحتت ايه عنوانه يعني عشان عنوانه لو حد عايز يعمله قضية ما هو أكيد العنوان اللي جاء على البطاقة بينزل بتنفيذ أحكام مثلا فهو عايز يهرب الناحية التانية وغير عنوان البطاقة عشان ما حدش يوصل له يا خبرة ما هو بيهرب بيخلاص بقى لأنه بقى له فترة بيمارس النصب خلاص مكانه بقى معروف في السجل فأبدأ أغير بقى وهرب واشتغل بشخصية جديدة علشان أبعد عن ده علشان ما حدش يوصل هي لعبة هي لعبة شغال القصة كلها أنه هو أقناعة كذا قناع شغال هو استغل حاجة ودي الغلطة اللي وقعت فيها أسماء أسماء من البداية باباها ما كانش مرتاح للارتباط ده هو أقناحها الناحية التانية أن أنا هعوضك وعملك حاجات كتير فابتدأ ياخد أسماء أكتر من أهلها وينفارد بيها ويأثر على قراراتها مع نفسها ويقول لها دي حياتنا ومحدش يعرف عننا حاجة وما تحكيش لحد ولما أسماء طبعا جات اكتشفت أنه هو نصاب هي ملهاش عين تكلم أبوها فابتدأ هو يسيطر برضو ويستغل وجودها لوحدها وينفارد بيها بدايين هي اكتشفت كوارس وما زالت إيه مكملة هو استغل الفجوة اللي كانت ما بين أسماء والدها وسحها أكتر وبعدها أكتر وأبتدأ يقناحها ما تحكيش لحد هو فيه حاجة في العلمة مربوطة بإحساس الأم والأب وأنه فعلا بيبقى حقيقي مليون في المية يعني فيه حاجة علمية تقدر تثبت كده ولا دي بتبقى بس هو إحساسهم هي مش حاجة علمية هي إحساس الأم والأب نابع عن الخبرة ليه بيطلع صح يا أخي؟ ما هو نابع عن الخبرة منين؟ الخبرة الناس دي أكبر مننا في السن الناس دي تعرضت لمواقف كتير في الحياة وعرفتوا منه بيحبني وإنه بيحبني يجيلك ده ما بيحبكيش ما هو ما هم الناس شافت بالخبرة بقاعد كده باباها ده ممكن يكون من العمر مثلا قادر معين قاعد مع الشخصية دي فاهم إن الشخص ده بيحور ألا ما بيحورش البنت لسه كانت في الوقت ده كانت حوالي 24 سنة ما عندهاش خبرات فلما تقعد مع حد بيقولها كلام مع سؤول هتصدق فالأب والأم عشان كده دايما بقول إيه فيه ناس يقولك إيه أنا برفض كلام أبو يا أم لا ما ترفضش اسمع لإن أبوك وأمك بيتكلامهم من حكم خبرت أم في الحياة هم تعرضوا لحاجات كتير وظروف كتير وقفوا على رجلهم كتير طب هو ليه هنا في القصة رمته بيتها يعني زي ما بيقولوا ليه أنت عملت كتير؟ مش قصة رمته بيتها جزء استغل إن هي العلاقة ما بينها وبين باباها متوترة هو قدر إن هو يبعدها أكتر عن باباها وياخدها اتجاهه ليه بقى؟ عشان هو لما ياخدها اتجاهه ومحدش هيلعب في دمخها ومحدش هيصحح لها الغلط اللي هو بيعمله فهو عايز ينفرد أكتر وينصب أكتر وعمل حاجات كتير أكتر فهو من مصلحته إن أسماء دي ما يكونش حواليها أهل عشان أسيطر عليها أكتر وطلع منها لن عايزه طب وبعدين أروح يمتخنق معها على الجبنة هو إيه خنات الجبنة لا وفكر بتخنى عشان ما جبتلوش نوع الجبنة بتاعه ليه؟ دي تلكيكة بقى ليه بقى هو دلوقتي خد من أسماء كل حاجة هو عايز هو كان عايز يخلع يعني هو عايز يخلع هو دلوقتي ممكن يكون على فكرة فيه أواضي ظهرت له تانية كتير فهو ابتدى وجوده في المكان دلوقتي بقى خطر فهو دلوقتي عايز يهرب بس هيرب بطريقة إن أنا زعلان وبتاقه معرفش بس هو أكيد ناصب على ناس كتير لأنه كان وعده إن هو يدهلها أو 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 فابتدى ينصب لأنه هو خلاص شايف إن هي استنفذت كل المبديات اللي موجودة معاها بدلين هو دخلها في قرد فشايف إن وجوده هو ضغط عليه فابتدى إيه؟ يهرب ويكمل مسلسل الناصب في أماكن تانية أو يكمل مسلسل الناصب في حاجات كتيرة وفيه ستات كتيرة اتعرضت الحتة دي تتجوز شخص مجهول المصدر ومجهول هوية تخلف منه ويسيبها ويمشي ويكون ناصب على الدنيا كلها وهو يلف حياته في المجتمع كله كناصبه وهي عمرها ما تعرف يعني وهي عمرها ما تعرف عشان كده بقول إيه؟ طب هل الناس تسأل تسأل طب هل الست لو رفضت وجود أم أو أب الزوج وإن يطرعاهم تبقى ست مش أصيلة؟ لا ملهاش علاقة لا صح؟ لا لا خالص يعني ده مش واجب ومفروض علي لا خالص ولا عددنا وتقالدنا لا ملهاش ولا أفضل عدد بالإزدال ما هو ده ما يعلم مفروض أنا بقاعدة حرة في بيتي الست لو بتعمل ده هي بتعمله كفضل وعدل منه يعني فضل وليس فرض اه مش فرض علي هي بتعمل ده هي عايزة تساعد ما فيش مشكلة مش معنى الراجل ما بيتقبلوش ان هو مثلا يصرف على الأم أو الأب بتوعي الست ساعته يولي لك لأي شلة تقيلة هو ملوش ضعب القصة دي بس لو الست بتعمل ده ما فيش مشكلة ان هو لو رفض ان هو يصرف على أمها وأبوها يبقى مش أصيل ما هوش علاقة برده شكرا انا لازم يعرفين بقى ايه الفضل وايه الفرض لانه فيه ناس بيتفرد عليها حاجات ويقولك لا انا انت مش أصيل انا بتجوز الاصل ده ببيتي انا مريش دعوة بالأطراف الخارجية اللي برد يعني عايزة اعمل وعندي صح ان انا اعمل اعمل ما فيش مشكلة بس في نفس الوقت ما انا بعمل ما انا محتاجة تأدير يعني زوج ما يقفلش من مراته نفسيا ان لما كانت ترفض حاجة زي دي او ممكن يعاقبها مثلا زي ما احنا بنقول بالصمت العقابي او ان هي ما رعيتش مامتو وكانت ممكن ترعيها او ان هي ما رعيتش بابا ويفضل قافل منها وما يقرب لها اش ولا حتى علاقة زوجية ولا يتكلم معينها دايما بيحصل نفسيا المواضيع دي المواضيع دي ما لهاش علاقة خالص هي السيدة بتبقى ملزمة ببيتها هي عايزة تعمل قطر ألف خرها مش عايزة تعمل انا ما هدش البيت بسبب ظروف خارجية طب ما دالة بيخلي البيت ان هي دنيا طبوز لان بيبقى فيه مجود معمول في البيت وهي عايزة تعمل مجود بره بس ما بتقدرش تعمل ده فبلاش ندخل الامور كلها وبعد ما عملت كده ازاي ابو ده ما لهوش كلمة عليه يعني ما يعني تقوله ابو كويس وكده الابو كويس ده خلف نصاب يعني تفتكر ابو ده ما يعرفش ان ابوه نصاب ما هو اكيد ابوه ابتدى يسمع وابتدى بقى فيه كلام ابتدى يتقاله وحاجات كتير جدا خد ابوه يرب بس عايزة اقولك حاجة هو ممكن الاب يكون كويس جدا 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 وممكن الابن طالع منحرف وعنده ميول انحرافية ونصاب ما لقاش علاقة ما يخلق من ظهر الفاسد علم او العالم فاسد طبعا اصل حتة الميول الانحرافية ده الشخص بيكتسبها من المجتمع يعني ممكن يكون في بداية مرحلة مراقبته كده هو شخص عدواني عايز يفكر على حاجات فيها خراب عايز يضحك على ده واخد منه حاجة ممكن حد يبقى عنده ده السرقة يميد ايده على حاجة مثلا هو مش لازمه بس يميد ايده على حاجة فابتدى يتكون فلما لقى الدنيا بتمشي معاه ولقى ان الدنيا عادي بيجرب النصب وبيكمل لانه بيجيب فلوس بسهولة طبعا ومرة في مرة في مرة وعلى فكرة اغلب الناس النصابين نصابين ناس شيء جدا وفي الكلام مرسوم جدا ليه لانه اقنعك ان هو يطلع منك دايما يقول لك طول ما فيه طماع فيه نصاب اكيد طبعا يعني انت بتطمع في المكسب وعايز 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 ايبقى فيه نصاب اللي هيدحك عليك زي ما ربنا خلق الانسان ومييزه بالعقل والحكمة والتفكير فيه نوع من البشر اللي هو المخادع والنصاب والمنافق ما ديه ايات المنافق اللي اذا حدثها كذب واذا وعده اخلق واذا اتمنى طب هي كانت طمعانة فيه بقى في الاستقرار ولا في الفيلا فيلة ايبقى وارض المعطم لا 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 وانه مهندس وحيصرف على البيت كويس على فكرة عايز اقول لك حاجة هي من الاول هي مديا كويسة وبتشتغل في وظيفة كويسة وهي انسانة عايزة تعمل حتى صناع صغير كمان وكانت عايزة تجيب لنفسها عربية بدليل انها متجاوزتش في الفيلا اصلا هي سامعت بس وخلاص بس كون انها تشوف الحاجات دي يا اخي هي موجودة بسها بقى احسن من بنات خلاتي لا بنات خلاتي عارف تجاوزه بشبكة بكام وانا متجاوزه بشبكة بكام بيعملوا كده ساعات فهنا ببنات مش شخصيتها كده لو شخصيتها كده كانت قبل ما تتجاوز كانت نزلت شافة الفيلا فيه وكانت طلبت انها تتكن في الفيلا يعني ما كنتش طمعها خالص هي كانت بتبحث عن الاستقرار كزوجة انها تتجاوز وتفتح بيت وتستقر كاي بنت في الدنيا وده اللي كان هدفها بدليل ان هي لو كان ماشي ورا الفيلا او عايزة تروح تقعد في الفيلا كتقالت له نسكم فيها او نقعد فيها طبعا اول ريهال يا اقل حاجة يعني كاي بنت محترمة كاي بنت محترمة عايزة تستقر وتتجاوز وبيت يبقى فيه مودة ورحمة ويبقى فيه استقرار وتخلف لكن وقعت في ايد فخ يا شخص نصاو الوقت اللي هي فيه دلوقتي هي زعلانة عن نفسها زعلانة عن الوقت والطاقة والمجهود والمشاعر والحب اللي اديته لشخص ما استهلش اسماء عالجة الغلط بغلط اكبر منه يعني انت اكتشفتي وربنا نور بصيرتك وقالك ان الشخص ده مش مهندس طلع سواق وقالك ان الشخص ده نصب على نصف عربي وربنا بيلك الحقيقة قدامي المفروض ان انت كنت تتفكري للخروج الامن من هذه العلاقة ما هو الخروج الامن من هذه العلاقة؟ ان هي تخرج من حيات الشخص ده تتطلق ما تعودش مع نصاب هو كمل المسلسل النصب عليها وليعف ودنها وعملها غسيل مخ وخد منها طبعا الفلوس اللي كانت معاها وخد منها الدهب وخدها تعمل قرض مئة ألف جنيه هو كمل المسلسل ده وهي دخلت فرهان زي ما انت خسران تقصدك انها ما كانتش خسرت كل حاجة ان اخسرت فلوس عربيتي خسرت دهبي كمان خدت قرض وقددم ان انا سدده كان أصدك ان هو خروج الامن اللي هو من اول ما انا خسرت فلوسي او فلوس عربيتي خلاص مكانش يزمي عنك قرض كمان لا انا اكتشفت ان هو نصاب واكتشفت ان هو مش مهندس واكتشفت ان هو نصب على ناس في عربية واكتشفت ان هو من اسماعيلية وعليه احكام طيب دي كلها حاجات اكتشفتها انا اكمل نيه أنا أمشي أعمل خروج آمن حيث تبقى أن أنا أقول بواجه بقى وبتحدى الناس اللي هو تغير ما فيش الكلام ده طيب هي بقى عادت في الرسالة أنا عارف أنها زعلانة على نفسها وزعلانة أن هي تتعافى إزاي بقى وهي زعلانة لأتي تخرج إزاي من الأزمة دي دلوقتي هي دلوقتي عملت كرد بمئة ألف جديد ونصب عليها وهي اللي بتسدد الكرد والقانون اللي أحمي المغفرين وهو مشي طيب على فكرة يا أسماء هو هيظهر تاني ليه؟ عشان يكمل مسلسل النصب تاني ينهر أبيض وهيظهر تاني بحجة وبطريقة يشغل العاطفة عندك بيها هيتحبس ومعلش وسمحيني وأنا ما كانش قصدي وانت المفروض تققى في جنبي وانت أم بنتي وقق في جنبي وعملي وهياخد منها حاجة تاني وهيتكل على الله خلي بالك من النقطة دي طيب شخص زي ده بكل الصفات دي لو رجع ترجعي له تاني؟ لا تتطلق؟ المفروض أنها تتطلق ما خلاص ده واحد تأمار تقولي كده في البرنامج لا ده إحنا في حق إحنا النهاردة في كارسة يعني المشكلة اللي إحنا فيها دي النهاردة تكسب كل مقايق ودمرها بكل حاجة يعني أنا عايز أليكسو البنت دي لو ما هربتش من التجربة دي البنت دي هتتدمر وغلى فكرة ده هم دمرها يعني إيه ما هي ضاء هي واخد الكرد بإسمها يعني هي ملزمة بمئة ألف جنيه تسددهم ده غير إن هي بتصرف على بنتها ده غير إن هي نفسيا دلوقتي ده غير إن هي نفسيا دلوقتي في حالة سيئة ترجع فين يا سالي؟ هختم معك بقى تقولي بقى هي تتعافى إزاي من هذه الحالة السيئة اللي فيها نفسي رقم واحد لو الشخص ده ظهر تاني عشان يرجعها ما ترجعش لأنه هيكمل هيكمل الأذى تاني وهيكمل النصب عليها تاني مش عيب إن هي تقولي أهلها على فكرة أهلك سنة دي هيقص معي وعرفوا خلاص واباها رايحة والجاية ما فيش مشكلة كانت المفروض تعرفهم من الأول الحاجة التانية كمان هو طبعا حتة الفلوس وبتاع ماشي أنا عارف إن أنت ملزمة تسد الفلوس ما فيش مشكلة هتقف على رجلك وهتشتغل ويبقى معاك فلوس وهتسد الفلوس ما فيش مشكلة الإنسان لازم يتعلم من التجربة ربي بنتك كويس واقف على رجلك وساعد نفسك وخرجي الشخص ده حتى يعني لو كنت لسه بتحبيه الشخص ده لا يستحق الحب الشخص ده مؤذي الشخص ده هيستغل الحب اللي أنت بتحبهه ده كنقطة ضعف بالنسبة لك استعودي ربنا أنا بشكراك أنت نعورت الحتة دي إنه هيظهر تاني فتبقى عامل حسابا هيظهر نعورتني يا دكتور مين عمد ربنا يخليك يا سيد